ياهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية من جديد رجعنا بسلسلة القصة السلسلة اللي نتكلم فيها عن قصص الممثلين والممثلات وعن اهم افلامهم وفي فيديو اليوم وبناء على تصويتي الاخير في منتدى اليوتيوب رح نتكلم عن واحد من اشهر الاسماء في ساحة الفن السابع في عصرنا الحالي تم تصنيفه ضمن اكثر الممثلين ابداعا في هوليوود وتم تصنيفه ضمن افضل مئة ممثل في القرن الواحد والعشرين كما تم تصنيفه ضمن اكثر مئة شخصية تأثيرا في هذا العالم بل انه تم بناء تمثال شمعي له في احد متاحف لندن في عام 2014 تم تصنيفه كاحد الرموز الثقافية في بريطانيا وفي عام 2018 تم تصنيفه ضمن اجمل المشاهير النباتيين ثانوية باكاليريوس ماجستير وكمان شيرلوك ودكتور سترينج صحيح انها قليلة هي الاعمال اللي تكون من بطولته ولكن هذا الممثل اذا تواجد في فيلم او مسلسل او مسرح او حتى راديو تأكد انه راح يؤدي بكل ما اوتي من قوة وابداع فتعالوا اليوم وخلونا نتكلم عن الممثل البريطاني والرسام بنيديكت كامبرباتش وقبل ما نبدأ اشترك في القناة لما كنت مشترك فعل جرس التنبيهات عشان تصلك فيديوهاتي اول باول والاهم من هذا كله اذا عجبك الفيديو لا تنسى تضغط لايك لانه مره مهم بيساعد كثير غير كذا اربط حزامك ويلا بينا بنيديكت تيموثي كارلتون كامبرباتش من موليد 19 يوليو سنة 1976 بمعنى ان عمره الى تاريخ هذا الفيديو هو 45 سنة وهو ممثل تلفزيوني ومسرحي وسينمائي بريطاني من اصول اسكتلندية وفرنسية وسويسرية وسويدية وكمان المانية وهولندية وحاصل على رتبة سي بي اي ضمن رتب الامبراطورية البريطانية وهذه الرتبة اقل من رتبة السير اللي حصل عليها دانيال داي لويس وانثوني هوبكنز وغيرهم من المشاهير ولد كومبرباتش جماعة في اسرة عريقة ونبيلة وبارزة جدا في بريطانيا ابوه تيموثي كارلتون وكان ممثل وله اعمال كثيرة في هوليوود وامو واندا في اثنان برضو كانت ممثلة ولها اعمال كثيرة في هوليوود بل ان امو ابوه شاركوا معاه في مسلسل شيرلوك على انهم امو وابوه وكمان عنده اخت اكبر منه من طرف والدته اسمها تريسي وكانت برضو ممثلة وزوجته الحالية صوفية هنتر برضو بريطانية وهي ممثلة ومخرجة مسرحية وعنده منها ثلاثة اطفال يا وجيه وين اللي اسرة عريقة ومدري ويش وكلهم شوية ممثلين ومخرجين جده الاول كان ضابط وقائد غواصات في الحربين العالمية الاولى والثانية وكان شخصية جدا بارزة في المجتمع البريطاني الراقي هذا جده الاول جده الثاني كان السفير البريطاني في تركيا ولبنان وجده الثالث برضو كان السفير البريطاني في تركيا وروسيا اما جده الرابع فكان رجل ذري جدا وصاحب نفوذ وكل بريطانيا تقريبا في ذاك الزمن تعرفوه بل انه كان يملك عدد كبير من العبيد وقتا كان عادي يملكوا عبيد كان عنده عبيد كثير في جمايكا حسب الله نعمله كي الزبدة انه ايش اسرة مرة يعني امتدادها كويس عندهم فلوس كان برباتش جماعة درس في احلى مدارس وحصل على احلى تعليم واموره كانت في السليم ومن صغره والولد كده كيوته مدلع فابدأ اهتمام شديد في عالم الفنون والمسرح وشارك في العديد من اعمال الفنان والشاعر المسرحي شاكسبير وغيرها الكثير من المسرحيات هو لسه ما زال طالب صغير بل من شدة حبه للفنون وابداعه في المسرح وصفه استاذه المسرحي وقال انه هذا الطالب بيندكت كامبر باتش هذا افضل طالب ممثل مرة علي في حياتي كلها وبالرغم من انه هذا الاستاذ شاف مستقبل كبير لكامبر باتش في عالم التمثيل الا انه قال له اسمع يا ولدي اسمع كامبر باتش التمثيل ترى طريق صعب ويحتاج له صبر وابداع وتعلم وحياة قاسية جدا لا تتوقع انه الموضوع سهل لا تصير ممثل اذا ما تبقى تصير ممثل فكر كثير قبل ما تأخذ التمثيل كمهنة فكر كامبر باتش بكلام الاستاذ واعاد التفكير فيه وقال في النهاية عندي يا ولد انا لها مرة الايام تخرج كامبر باتش من الثانوية وقدمثل في مسرحيات وقدم ادوار كثيرة على خشبة المسرح على ولد اموره طيبة من يومه صغير وعلشان ياخذ استراحة بعد فترة الثانوية قال انا اعمل ايه انا اعمل اباخذ راحة ابغروك دماغي شوية راح واتطوع كمعلم لغة انجليزية في الهند وبالفعل شال نفسه على الهند وجلس سنة كاملة في الهند متطوع كمعلم لغة انجليزية في منطقة اسمها دارجلينغ سنة كاملة جلس هناك علم وتعلم فاد واستفاد انتهت فترة استراحته يلا بينا على بريطانيا رجع بعدها الى بريطانيا دخل الجامعة وبالتحديد في جامعة فيكتوريا بمانشستر ودرس فيها الدراما وتخرج منها بامتياز خلصنا؟ لا لسه بعد الجامعة درس في اكاديمية لندن للفنون والموسيقى والمسرح وتخرج منها بامتياز برضو خلصنا؟ لا لسه بعدها رجع واكمل دراسته في الماجستير وفي تخصص التمثيل الكلاسيكي وتخرج منها برضو بامتياز وما وصل لذيك المرحلة لما خلص الماجستير الا وهو أوريدي عنده وكيل اعمال وأوريدي بدأ ايش يقدمه وراقه في كل مكان يعني الولد اموره مظبوطة مات بهذل ما راح ماشيقي اصلا يعني التمثيل موجود منذ الصغر فيه مع العلم انه المسرح زي ما قلت لكم موضوع مفروغ منه شارك فيه من يوم كان صغير ومثل فيه ادوار كثيرة وحصل فيه على القاب وجوائز اموره طيبة من ناحية المسرح حتى من كثر يعني ما جلس فترة طويلة على خشبة المسرح مرة من المرات قدم دور ملكة الجنيات في احدى مسرحيات شيكس بير لو كمان عنده مشاركات في الراديو قدم اداءات صوتية في الراديو كمان ادوار روائية في الراديو امور الولد كانت ماشية زي الفل في عام 2002 تقريبا دخل رسميا في مجال السينما والتلفزيون ووقتها عمره كان تقريبا 25 سنة جاتوا شوية مشاركات في افلام تلفزيونية بسيطة شوية ظهور بسيط في بعض المسلسلات سنتين بس سنتين من يوم دخل الى عالم السينما والتلفزيون وبوم ياخذ الولد دور بطولي في فيلم تلفزيوني اسمه هوكينج وقدم فيه دور العالم الفيزيائي ستيفن هوكينج امبير كيف كذا بعد سنتين على طول الولد انبرش ايوا يا ابو اقول لكم الولد ممثل من زمان ما يحتاج شهادة مع الولد التمثيل هنا غير انه درسه التمثيل هنا عناع بل وعلشان يستعد لدوره في فيلم هوكينج راح وجلس مع العالم الفيزيائي وسولف معه واخذ وعط معه علشان ياخد تصور لكيف ممكن يقدم الدور هذا بافضل شكل وبالرغم من انه الفيلم زي ما قتلكه مصنف كفيلم تلفزيوني وليس سينمائي الا انه كامبر باتش قدم دور رائع جدا وجاته اراء ايجابية من النقات والجمهور ومن بعد ذاك الفيلم الولد خلاص حاط رجله في عالم السينما والتلفزيون هو اريد يحطه في المسرح والراديو اموره خالصة هناك خلاص بس يبقى يحط رجله هنا في السينما والتلفزيون حاط رجله بام استوى الولد وانطلق معاد صار يوقف عروض تجيه بشكل مستمر وهو بدوره اصلا كامبر باتش ما يرفض اي عرض تقريبا يعني اي عرض يجيه يوافق عليه دور بطولي مش بطولي ثانوي ظهور بسيط اي شي يجيه تحال هات يا حبيبي انا بغى امثل التمثيل هنا ايحب التمثيل فكان يركز على اداؤه في افلامه وظهوره اكثر من ايش هو الفيلم اللي بمثل فيه انا اهم شي اقدم دوري على اكمل وجه وابدع فيه هذا اللي يهم هيركز معايا قلنا سنة 2002 دخل الى عالم السينما والتلفزيون حلو حلو 2003 2004 وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة سبع سنوات في عالم السينما والتلفزيون بوم ينزل لك واحد دور بطولي في مسلسل شيرلوك هولمز ومش اي شيرلوك 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 وقدم بنيدكت كامبرباتش شخصية شيرلوك كما لم يقدمها احد من قبل صحيح اني احب روبرت داوني جونيور ومرة يعجبني اداؤه في شخصية شيرلوك بس بنيدكت كامبرباتش شيرلوك كامبرباتش شي مختلف شي تعيش معاه وتنسجم معاه وتفهمه مع الوقت اكثر وكثر هذا اذا قدرت تفهمه على كل حال المسلسل بدأ سنة 2010 وانتهي سنة 2017 وكم حلقة خمن معاه كم حلقة من 2010 الى 2017 اكيد بتقول اوالله شكلها حلقات كثيرة لا بس 15 حلقة امباي ليش كذا يا وجي ايش فيه كل سنة ينزلوا حلقتين او ليه تصوير الحلقات كان ياخذ منهم وقت لانه كل حلقة كانت مدتها ساعة ونص كل حلقة فيلم كل حلقة قصة كل حلقة تفاصيل كل حلقة قضية امباي امباي فلما تتابع حلقة من مسلسل شيرلوك يعرف انك قاعد تتابع فيلم حرفيا يعني كل حلقة تتابعة فيهم حب حب خذوا حب حب لا تستعيل واحد من افضل المسلسلات ومصنف ضمن افضل مئة مسلسل لا يفوتكم مرة لا يفوتكم ازبدا يا جماع انه بعد المسلسل هذا مشسوا كامرباتش اخذ جوائز كثير طلع اعلاميا كثير الولد بدت تنتشر صوره في كل مكان من ناحية الصحف والمجلات والاخبار ومن هذا الكلام لعب في فيلم The Hobbit وقدم دور شخصيتين جدا مهمة وقدم دور رائع جدا في فيلم The Imitation Game وترشح عنه للأوسكر ولكن للأسف طلع منها بدون فوز ولكن الترشيح بعد ذاته حاجة كويسة لعب في Black Mass حتى في مدغشقر كان له دور شارك في فيلم 12 سنة عبودية وقدم دور بسيط في سلسلة ستار تريك الشهيرة ودور متواضع برضو ورهيب في فيلم 1917 سنة 2019 الولد يبحر ويرمس النارة في كل مكان وما يقول لا شوفوا يا جماعة أنا مرة أحب كامبر باتش وشخصيته والكريزمة تبعه مرة مرة تعجبني كده سبحان الله في قبول بيني وبين هذا الإنسان ولكن أعترف لكم أعترف لكم سنة 2007 قدم دور ثانوي في فيلم اسمه Atonement فيلم للكبار فقط مرة للكبار فقط أقسم بالله يا جماعة أني كرهته والله يا كرهته والله يا حق شخصنت الموضوع شخصنت الموضوع مع كامبر باتش بسبب دوره في ذاك الفيلم دور كريه دور كريه دور بيخليك تكرهه وبعد ما تتجاوز فكرة أنه فيلم بترجع تقول والله أنه أبدع الكريه أبدع الكريه على كل حال وزي ما قلت لكم الولد أبحر ولعب في كل ساحة وين ساحات الفن السابع مسرح راديو مسلسلات أفلام تلفزيون إلى أن جاء اليوم اللي ديزني حطت عينها عليه ويا لها من حطة عين ويا لها من لحظة تاريخية خينك تحب ممثل وبعدين يقدم دور شخصية وتصير ذي شخصية شخصية قد مفضلة في عالم مارفل السينمائي أم بي أم بي شالهوي الشخص المناسب للدور المناسب في الفيلم المناسب وفي الوقت المناسب ياب عزيزي الوجيه أتكلم عن دكتور سترينج قبل ما يتم اعتماد الدور لكامبر باتش ديزني كانت حط عينها على أكثر من ممثل على أمل أنهم ممكن يكونوا هما دكتور سترينج ولكن الأسماء ذي كانت مجرد أسماء مطروحة على طاولة النقاش يعني ما تواصلوا معاهم بشكل مباشر ولا راسلهم ولا حتى جابوهم لتجارب الأداء مجرد أسماء مقترحة وأحد الأسماء كان واكين فينيكس وكيانو ريفز وجيك ييلن هال وماثيو مكانهي وإيثان هوك وكولين فيرل وراين قوسلين كل الأسماء اللي قلتها هذه كانت مقترحة إنها تقدم شخصية دكتور سترينج ولكن انتهى المطاف بهذه الشخصية الرهيبة إلى هذا الممثل الرهيب اللي قدمها بكل إبداع ترى من راحب دكتور سترينج معلش من راحب دكتور سترينج وأحلى أفلام ليا في عالم مارفل اللي يكون فيها دكتور سترينج وجوده دائما كذا يخلي الفيلم رهيب يا آخ على كل حال في النهاية ديزني تواصلت مع كامبر باتش وخلوه يقدم دور دكتور سترينج وبدأ معاهم بأول فيلم له فيلم دكتور سترينج سنة 2016 بعقد قيمة وثلاثة مليون دولار أمريكي تقريبا وبعدها بطبيعة الحاله لأنه الآدم يقدم الدور بأروح ما يكون بده يرتفع راتبه بشكل تدريجي 6 مليون 10 مليون إلى أن وصل يقال إلى 20 مليون مع العلم أن دكتور سترينج لسه دوره موجود باقي له تواجد في فيلم سبايدرمان الجديد وباقي له تواجد في فيلمه الخاص مع واندا باقي باقي لسه قدامنا مشوار حلو مع دكتور سترينج ما راح يخلص قريب يعني كامبر باتش يا جماعة ترشح لأكثر من 120 جائزة وفاز بـ 26 جائزة منها تلفزيونية على مسرحية على سينمائية جوائز متعددة منها ترشيح واحد فقط للأوسكار عن دوره في فيلم The Imitation Game ولكن زي ما قلت لكم للأسف ما فاز فيها سنة 2014 كامبر باتش تقدم لخطبة حبيبة الممثلة البريطانية والمخرجة المسرحية صوفية هانتر ولما خطبها ما راح جاب لها خاتم من محل الذهب ولا خاتم من أي محل مجوهرات لا راح وجاب لها خاتم الماسي قيمة نصف مليون دولار 500 ألف دولار الحب يا أخوان يفعل المشتحيل 500 ألف دولار على خاتم حاجة طبيعية ومنطقية إذا أنت عندك فلوس وتحب البتة اللي أنت بتقال طبيعي يا أخي 500 ألف دولار على كل حال تزوجها وأمورها مطيبة وعنده منها ثلاثة أطفال هال وكريستوفر وفين كامبر باتش يا جماعة صديق مقرب من الممثلة كيران ناتالي والممثل مارتين فريمن وتوم هاردي وتوم هيدلستن وجيمس مكافوي بندكت كامبر باتش يا جماعة كان أحد المعجبين جدا بروبرت داوني جونيور ومعجب بأداء الإنسان هذا معجب بتمثيله فضلا عن أنه تشارك معاه أداء نفس الشخصية كلهم قدموا شخصية شير روك هولمز رجعت الحياة وجمعتهم في فيلم واحد كشخصيات أبطال خارقين ولكن ما كانوا محققين في هذا الفيلم هذا دكتور سترينج وهذا آيرون مان أتوقع أنه كامبر باتش كان مرة مبسوط كله أتشاهد لك شير روك واليوم هنا أبطال خارقين يقلع أم الفلة يا شيخ كامبر باتش يا جماعة عنده حالة مميزة في عيونه اسمها هيترو كروميا أيش كلام هذا يا وجيه هذه أحد الطفرات الجينية المميزة والرائعة جدا واللي تخلي لون عيونه الشخص المصاب فيها تتغير من فترة وفترة فتخيلوا أنه كامبر باتش عيونه كده تتغير ما بين اللون الأزرى والأخضر والبني كده بشكل عشوائي ومن دون تنسيق حاجة غريبة ورهيبة في نفس الوقت كامبر باتش يا جماعة بجوار أنه ممثل كبير وعنده هوايات متعددة ويقدر يقدم في المسرح وفي الراديو وفي الأفلام وفي السيلم وفي التلفزيون وفي كل مكان الآدم عنده حب للسيارات مرة يحب السيارات يحب يشتري سيارات كده كل فترة يغير سياراته حاليا عنده خمسة سيارات خمسة سيارات هذه مرة يحبها من ضمنها سيارة جاكور اف تايب وسيارة ثانية جاكور اكس جي ومرسيديس اس كلاس ولامبرغيني اوروس الصيدلية يروح يجيب خضار هو يروح يجيب خضار اصلا ما توقع الخضار والبقالة تيجي لين عنده واخيرا عزيزي وعزيزة الوجيهة ثروة بنيدكت كامبر باتش تقدر بحوالي 40 مليون دولار امريكي وما زال عنده الكثير ليقدم في عالم السينما والتلفزيون والمسرح يب حطوا في بالكم انه الى يومنا هذا ما زال يقدم اعمال على خشبة المسرح الى هنا عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة نكون وصلنا الى نهاية الفيديو شاركوني افلامكم المفضلة لبنيدكت كامبر باتش في التعليقات اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر اللايك واذا اعجبتك القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات علشان توصلك فيديوهات اول باول طيكم العافية جماعة المشاهدة كم معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم